علاقتنا بالجار اتغيرت يعني ما بقتش زي الأول دايما بنقول يا سلام على الزمن الجميل وزمان كان كنا أسرة واحدة دايما بنسأل على جارنا بنخاف عليه لو هو في مشكلة ببقى معاه القيم دي اتغيرت علاقتنا بالجار اختلفت دلوقتي؟ هو خليني أقول أن فكرة الجران هو كل من يقرب مسكنه منه يعني أي حد قريب من بيتي فهو جاري اتغير المفهوم للأسف مع ضغوط الحياة مع الوقت اللي احنا في دلوقتي ابتدى يحصل مسافات ما بين مش بس الجران لكن هي العلاقات عمتا ابتدت الناس تخاف من هي تكون بتبادر في أي علاقة أيوة بس خلينا برضو نتفق أن فكرة الناس اللي جوه حياة بعض والناس اللي عارفة تفاصيل بعض دي برضو حاجة مش مريحة على حسب المسافات اللي أنا بديها للناس بس الحقيقة اللي هو عنده جار كويس يعني بيحظى بحياة سعيدة لو أنت يعني رجعت حياتك كده أو دلوقتي حتى حتى طول الوقت لو عندك جار كويس الحياة بتختلف وده بيأثر عني نفسيا بطريقة كبيرة جدا يعني أنت لو عندك جار كويس أنت بتخرج صباح الخير فيه بتسامة في وشك وبتقدر أن يكون فيه حوار لطيف هو أقرب شخص ليك أكتر من أهلك حقيقي زي ما أنت بدأت بالكلام لأنه أوقات كتيرة الجار بيبقى أقرب من العيلة أقرب من الأخ أقرب من الصاحب لأنه وقت ما هتحتاج حاجة أو يحصل عندك ضرر هو أول واحد جنبك هو مين؟ جارك فلما بتبقى محظوظ أن يكون عندك جار كويس زي ما أنك يقوله اختار الجار قبل الضار يعني اختار الجيرة قبل المكان لنا حسكن فيه أو عايش فيه طيب عايزة أسألك كده إي حقوق الجيران؟ حقوق الجيران الموضوع يمكن يبان وإحنا بنسمعه عن الجيران موضوع بسيط لكن الحقيقة هو موضوع كبير جدا موضوع حياتي حقوق الجيران أنه أنا لازم أعرف أنه أنا مدرش الجار لا درار أنه أنا دايما الناس بتعتقد الحرية في أنه أنا أخذ راحت راحت في بيتي وأنه أنا أكون عايش حياتي جوه بيتي ما ليش دعوة بالقمامي فبنلاقي أنه مثلا ممكن أن نلاقي حد معالي التلفزيون بصوت عالي جدا أو صوت موسيقى لوقت المتأخر عالي جدا فهو بيقول أنا حر صحيح أنت مش حر جوه بيتك أنت عندك حق الجارك من أنت تحترم اللي قدامك بمسافته وما تتعدهاش صحيح فكرة كمان حق الجار في أنه أنا ما تلصصش على الجار ولا كمان هسمح بدأ يعني بنشوف مشاكل كتيرة جدا في العلاقات الأسرية ويمكن الوقت اللي فاتح أنه عندنا ضغوط رهيبة الحقيقة جوه البيوت وجوه العائلات فمن ضمن المشاكل فكرة التلصص تعالوا شوف لما نسمع مشكلة أو صوت عالي يبتدوا يفتحوا علشان يتلصص على غيره فحق جارك أنك تحفظ خصوصيته ما تتلصصش عليه طيب حق جارك إذا طلب منك مساعدة أنت تجري عليه أنت تساعده بعيدا عن دينه بعيدا عن لونه بعيدا عن جنسيته هو جار لك فهو أولى بالمساعدة منك لأنه في يوم أنت كمان هتحتاج هتلاقي أنه أول واحد بيقف جنبك في الفرح في حاجة عزة عندك في وقت شدة أنت محتاج لحد يقف جنبك في حاجات كتيرة جدا مش بتعدي في الحياة غير لما يكون حوالينا ناس حلوة ووقفة جنبنا من الجرين